موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم امتثالاً لأوامر المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة المرجع الديني الععلى سماحة السيد علي الحسين السستان دام ظله بتوجيه مباشر من قبل سماحة المتولي شرع عتب الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي كربلا إدام عزة تم استقبال العوائل اللبنانية الوافدة من دولة لبنان الشقيقة وتم استقبالهم في سويتات المدينة وقاعات المدينة وتم توفير كافة المتطلبات والاحتياجات منها السكن الملائم وكذلك توفير وجبات الطعام وأيضاً تم توفير لهم الرعاية الصحية وكذلك هناك برامج ثقافية وبرامج للدعم النفسي وبرامج للأطفال وكذلك برامج دينية هذه البرامج طبعاً بالتعاون مع أقسام العتبة الحسينية قسم دار القرآن قسم الشؤون الدينية كذلك أقسام قسم التطوير قسم رعاية الطفولة هذه الأقسام تشترك في خدمة الوافدين اللبناني نحن خرجنا من لبنان من حوالي شهر ونصف تقريباً طبعاً الأوضاع الأمنية هي التي أجبعتنا على الخروج لأنه لم يعد هناك أمان في أي مكان طبعاً الأمان في الله ولكن مجرد أن يكون الإنسان في مكان في حرب ما هو أولاد ما هو عنده مسؤوليات معينة سوف يكون وليس له طبعاً دور مباشر في هذه الحرب فلا بأس بأن يكون في مكان أكثر أمناً وكان الخيار الأفضل هو الذهاب إلى عراق الحسين عليه السلام دائماً نرى هذه الوجود طيبة نرى هذا الاستقبال الحافل وهذا الاهتمام من الإخباء العراقيين ومن العتبات والعتبة الحسينية المقدسة تحديداً نحن الآن في ضيافتها فعلاً كان أمر يسلج القلب العتبة الحسينية سلقتنا وسجلتنا أسماءنا عن الحدود كنا بالبول مانت بالبساط ونزلتنا هون بمدينة الإمام الحسن عليه السلام وأمناتنا سويت أنا والعائلة كنا نحن 6 أشخاص والحمد لله من تاريخ ما وصلنا لهون ما في عنا أي مشكلة لبل كانت تقديمات كتير قوية وتقديمات كتير سخية من ناحية التعامل الناس التعامل الموظفين معنا بكل أدب وبكل احترام هن الشباب كلهم مربعين تربية وحدة انه يحترموا الشخص المصادفينه من ناحية التعامل كل شيء مرتب وكل شيء من نظم والله يعطينا الصحة والعافية ونحن بنشكر العتبة الحسينية نشكر الشيخ عبد المهل كربلاء انه الصدافنا هون بمدينة الإمام الحسين بمدينة الإمام الحسين عليه السلام